إن حضرتك النهاردة تعرف التجارة الإلكترونية شهدت زخم رهيب جداً في الفترة اللي فاتت بسبب كوفيد-19 وناس قاعدة في البيت والمراكز التجارية متوقفة عن النشاط فابتدى كل ناس تطلب تعمل orders online وبقى في تطبيقات كثيرة وتلعت تطبيقات كثيرة سهلت حركة تداول السلعة فبقيت السلعة بتيجي من المخزن للمستحلك ما بقاش فيه مضجر لأ المضجر مقفوط مش كده فالتجارة الإلكترونية عشان أدي أرقام التجارة الإلكترونية ما قبل كورونا يعني في بداية 2019 كان حجم تداول السلع تحت مظلة تجارة الإلكترونية أو Electronic Commerce دي وصلت كانت لتلاتة مليار النهاردة احنا بنتكلم على ما يتعدى خمسة مليار يعني ضعف مكان عليه حجم التجارة الإلكترونية ومصر هي تاني أكبر دولة تستخدم تطبيقات إلكترونية في التسوق بستخدم تطبيقات مش بتاعتي معظم التطبيقات لو بكلم على السوبر ستورز يعني بتبقى تطبيقات أجنبية إنما تعرف المصري دايما مكتهد والشركات الناشئة قدرت تعمل مجموعة من التطبيقات البسيطة والحاجة ابتدت الحقيقة إن هي تبقى موجودة فسر الموضوع هو الإتاحة طول بنت عندك إتاحة كل ما زودت حجم المتاجر حتى لو هي متاجر افتراضية طيب هنا حد هيجي يقول لي يعني يا يوسف أنتو عايزين تقولولنا أنتو ودكتور إبراهيم أن أنتو أشتر مصر يعني أشتر أو الأخوان هيقولوا أنتو أشتر من الألمان والإنجليزو اللي مش عارف إيه ما تقولولنا يعني أنتو بتعملوا إيه علشان يحصل وفرة في السلع وفي نفس الوقت الزيادة في القيم السعرية ما هياش بنفس المعدلات اللي بره يعني الزيادة في القيم السعرية عندي أظن بتبدأ من 15 لحد أظن 25% دخلي بالك إحنا عندنا في بعض السلع الأسعارة بتاعتها نزلت اللحوم دي نزلت ما خفضت عشان في ناس دائما بتراهن يقولك إيه لو السلعة سعرها زاد عمرها ما هتنزل تاني الحقيقة هذه المقولة مش حكوك فيها اللحوم والرز والسكر أظن اللحوم أسعارها نزلت بقى 72 جنيه كنا بنتكلم على 85 جنيه إحنا ده سعر المجمعات بتاعتها ده سعر المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين عشان الناس هتروح تقولي أنا بروح للسوبر ماركت أو هايبر ماركت الفلاني أو الجزار الفلاني ده الحقيقة يعني حتى وإن كنا تدخلنا لما حصل زيادة سعرية غير مبررة في رغيف الخبز الأفرنجي وتدخلت الدولة بأدواتها وألياتها وطرحنا على المخابز الأفرنجي سعر طن الدقيق منخفض وبالتالي رجع تاني كان الرغيف وصل لجنيه ونص وجنيه 75 رجع تاني إلى قواعده سالما وتحدد الوزن بتاعه عشان برضه ما يتعبش في الوزن طبعا كل الغيف بيبقى له وزنة وله قطرة طبعا فكرة أن في بعض الناس بتغش ده دوارد بس يعني دايما الدولة لهم بالمرصد ترجمة نانسي قنقر